إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضي له ومن يغلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أنه محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشروا الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فينا أما بعد فنجدد الحمد والشكر لله تبارك وتعالى أن تن علينا مرة أخرى للقاء شيخنا الكريم أبي أويس حفظه الله وبارك فيه ويتجدد اللقاء هذه المرة في موضوع جديد شديد الأهمية ألا وهو ما يتعلق بالأسرة فالدين الكريم دين الإسلام دين شامل كامل نظم كل أمور الحياة ومن ذلك أنه نظم الأسرة كيف تكون وكيف يعيش المسلم داخل أسرته وداخل مجتمعه ولهذا نفتتح اليوم إن شاء الله سلسلة حلقات في هذا الموضوع اليوم الحلقة الأولى بإذن الله تبارك وتعالى تليها حلقات أخرى يعلن عنها في وقتها بإذن الله عز وجل العنوان الذي جعلناه لهذه السلسلة تأصيلات شرعية منهجية تخص نظام الأسرة في الإسلام سيتفضل الشيخ إن شاء الله تبارك وتعالى لتنهيد ومقدمة بين يدي الموضوع نسأل الله تبارك وتعالى أن يسدده ويهديه ويوفقه في ذلك تفضل شيخنا الكريم أحفظكم الله الله يفضل بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدتاتها وكل محدتة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بادئ بدء نحمد الله تبارك وتعالى أن يسر في هذا اللقاء الذي سنتناول فيه موضوعا عظيما جليلا شديد الأهمية حيث يتعلق بنظام الأسرة في الإسلام وسيتم الكلام حول هذا الموضوع من خلال حلقات نذكر فيها أهم التأصيلات الشرعية التي يتأسس عليها نظام الأسرة في الإسلام وبين يدي استهلال الكلام حول هذه التأصيلات لا بد من مقدمة بين يدي ذلك تعد تمهيدا من كلمات العلماء في هذا يقولون العناوين دلائل المضامين وعنوان هذه السلسلة تأصيلات شرعية تخص نظام الأسرة فهذا العنوان يدلنا على المضمون بناء على ما ذكرناه أن العناوين دلائل المضامين وعليه ففذلكة المقصود بهذا الموضوع الذي سنتناوله في هذه السلسلة الكلام عن تأصيلات شرعية دلت عليها النصوص الشرعية أو دل عليها الاستقراء هذه التأصيلات هي عبارة عن ضوابط شرعية قواعد شرعية يتأسس عليها نظام الأسرة في الإسلام ولإضاح أهمية الوقوف عند هذه التأصيلات أقول عندما نقول في عنوان هذه السلسلة تأصيلات شرعية تخص نظام الأسرة في الإسلام عندما نتحدث عن الرجوع إلى الإسلام عندما نتحدث عن مرجعية الإسلام هذا باعتبارنا من أهل الإسلام وعليه في أي مجال من المجالات التي نحياها في أي باب من الأبواب لا بد أن نرجع إلى ديننا نستخلص منه الأحكام الشرعية التي تخص هذا المجال أو تخص هذا الباب من ذلك ما يتعلق بمجال الأسرة من ذلك ما يتعلق بنظام الأسرة فنستخلص من ديننا الحنيف نستخلص من الإسلام هذه الأحكام التي تقيمه أي تقيم نظام الأسرة وتؤسسه على وفق مراد الله الشرعي وهذه القضية الجوهرية يعني عندما نؤكد على ضرورة استخلاص الأحكام الشرعية في عموم المجالات في عموم الأبواب ومن ذلك ما يتعلق بنظام الأسرة لأن الواجب على كل مسلم أن يقف عند مراد الله الشرعي منه في أي باب في أي مجال من ذلك ما نتحدث عنه من ذلك ما يتعلق بنظام الأسرة الأحكام الشرعية التي تتعلق بالأسرة وتتعلق بنظام الأسرة هذه الأحكام الشرعية كثيرة والكلام فيها طويل لكن نحتاج إلى ما يجمع شتات هذه الأحكام نحتاج إلى أمر يعد ناظما لهذه الأحكام الشرعية وما ذاك إلا هذه التأصيلات التي قررها علماؤنا بناء على ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وبناء على الاستقراء لما جاء في هذه الشريعة الغراء فهي تأصيلات جامعة تحكم لنا هذه الأحكام الشرعية بمعنى عندما نقرر حكما شرعيا يتعلق بنظام الأسراء فهذا الحكم الشرعي يرجع إلى جملة من التأصيلات حتى يتجلى متانة هذا الحكم الشرعي حتى يتجلى لنا قوة هذا الحكم الشرعي ويعجبني عند هذا الحرف من الكلام ما قاله العلامة السعدي رحمة الله عليه في المنظومة الفقية في مقدمة منظومة الفقية قال فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خيرا مرتقا وتقتفي سبل الذي قد وفق شاهد من كلامه رحمة الله عليه لما قال جامعة المسائل الشوارد يعني أن القواعد العلمية وهو يتكلم عن القواعد الفقية هذه القواعد العلمية هذه القواعد الشرعية أو الفقية هذه التأصيلات الشرعية فهي جامعة للأحكام الشاردة المقصود بالأحكام الشاردة أنها أحكام متفرقة أحكام متفرقة منتشرة منتشرة في رياض الشريعة منتشرة في كلام فقهاء تقريرا وبيانا وشرحا فنحتاج إلى هذه القواعد العلمية الشرعية نحتاج إلى هذه التأصيلات لأنها جامعة لهذه الأحكام مما يدل على أهمية الوقوف عند هذه التأصيلات إضافة إلى هذا العنوان كما قلناه العنوين دلائل المضامين عندما نقول تأصيلات شرعية تخص نظام الأسرة في الإسلام الوقوف عند هذا الباب الوقوف عند هذا المجال مجال الأسرة باب نظام الأسرة هذا لمال الأسرة من دور عظيم في المجتمع لأن الأسرة هي الأساس الأول واللبنة الأولى للمجتمع والنواة للمجتمع بحيث لو حصل انحراف في الأسرة وعندما نتكلم عن الانحراف ولا بد أن نجلي هذه القضية عندما نتحدث عن الانحراف كل ما خالف شرع الله تبارك وتعالى فهو انحراف كل ما خالف شرع رب العزة جل وعلا فهو انحراف إذن الكلام عن الأسرة كما قلنا لما للأسرة من دور عظيم في المجتمع هي النواة هي الأساس الأول هي اللبنة الأولى للمجتمع فإذا حصل انحراف في هذه الأسرة تابعا يحصل انحراف في المجتمع لأن المجتمع ما هو إلا مجموعة أسر وهذا هو سر قولي أهل العلمي على أن الأسرة هي نواة هي نواة المجتمع وهذا يؤكد عظم شأن هذا الموضوع ويعجبني بهذا الصدد أن أنقل لكم كلمة على وجازتها للعلام بن باديس رحمه الله تعالى في آثاره تؤكد هذا الذي ذكرنا يقول رحمة الله عليه يقول رحمة الله عليه في آثاره البيت وهذا يمثل ماذا؟ يمثل الأسرة يقول رحمه الله تعالى البيت هو المدرسة الأولى إذن يؤكد على أن الأسرة هي نواة المجتمع المنطلق للرقيب المجتمع والنهضة به وفق شرع الله تبارك وتعالى الأسرة يقول رحمة الله عليه البيت هو المدرسة الأولى والمصنع الأصلي لتكوين الرجال وكذا النساء قال رحمه الله تعالى البيت هو المدرسة الأولى والمصنع الأصلي لتكوين الرجال ثم قال وتدين الأم هو أساس حفظ الدين والخلق انتهى كلامه رحمه الله يقول البيت هو المدرسة الأولى والمصنع الأصلي لتكوين الرجال وتدين الأم هو أساس حفظ الدين والخلق فهذا ما أحببت ذكره فيما يتعلق بهذه المقدمة وهذا التمهيد بين يدي حديثنا عن بعض هذه الصيلات التي يتأسس عليها نظام الأسرة في الإسلام في هذه الحلقة الأولى بإذن الله تبارك وتعالى لا يختلف العقلاء على الأقل في أهمية الأسرة داخل المجتمع لكن عند حديثنا عن أسرة وبإزاء ذلك الشريعة قد يقول قائل أو يسأل سائل ما دخل الشرع أو ما دخل الدين في مثل هذه الأحكام التي تخص الناس والمجتمع فماذا يكون الجواب على الأمر سمعنا كثيرا وهذا أمر لا يخفى من يطرح بعض الأحكام الشرعية التي تخص ألا وجه الخصوص لأن الموضوع موضوع الأسرة سمعنا كثيرا من يطرح بعض الأحكام الشرعية التي تتعلق بالأسرة بجملة من الدعاوى أننا في واقع آخر نحتاج إلى تجديد نحتاج إلى ما يناسب هذا الواقع بناء على المصلحة وما هي إلا مصالح مدعات إلى غير ذلك من أمثلة هذا على سبيل المثال ما يتعلق على سبيل المثال بمسألة قوامة الرجل كمثال في هذه القضية فسمعنا من يطرح مسألة قوامة الرجل على المرأة مع أن هذه القوامة ليست قوامة قهر للمرأة ولا يقصد بهذه القوامة إهانة المرأة وسيئة الكلام عن مسألة القوامة سنفرد لها بحتا مختصرا إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه السلسلة وفي هذه الحلقات إذا نجد مع ذلك من يطرح هذه القضية وهذه المسألة التي تعد من المسائل الجوهرية في صباغة أو في صبغة الأسرة في الإسلام مع أن النص الوارد في ذلك صريح قال ربنا تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء فالنص واضح والدلالة على هذه القوامة من خلال هذه الآية صريحة جدا ومع ذلك نجد من يطرح هذا الطراح مثل هذه الأحكام ينم عن خلل في مفهوم الاعتزاز بالدين وعند هذه القضية يأتي الجواب عن سؤالكم بارك الله فيكم ما علاقة هذه المسائل بقضية الدين مقتضى الاعتزاز بالدين أن أستجيب لمقتضياته في سائر الأمور وفي سائر الأبواب وفي سائر المجالات وعليه من التأصيلات الشرعية التي تخص نظام الأسرة في الإسلام مسألة ماذا؟ مسألة الاعتزاز بدين الإسلام فإذا حصل خلل في قضية الاعتزاز بهذا الدين بحسب الخلل بحسب الطراح ما في هذا الدين من أحكام لكن إذا كان المرء معتزاً بدينه فهذا يقتضي أن يستجيب لما جاء في هذا الدين في سائر المجالات المجال الذي يتعلق به هو نفسه بينه وبين ربه المجال الذي يتعلق بعبادته المجال الذي يتعلق بالسلوك والأخلاق إلى غير ذلك وأيضاً المجال الذي يتعلق بالأسرة ينظر ما جاء في شرع الله تبارك وتعالى من أحكام تتعلق بالأسرة يفهمها فهماً صحيحاً وفق قواعد الشرع وتأصيلاته فيخضع لها ويستجيب إذن مسألة أو قضية الاعتزاز بدين الله تبارك وتعالى هذا التأصيل المتمثل في الاعتزاز بالدين يعد منطلقاً يتفرع عنه الاستجابة لما جاء من أحكام شرعية في سائر المجالات ومنها ما يتعلق ما يتعلق بنظام ما يتعلق بنظام الأسرة يقول ربنا تبارك وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وقال الله تبارك وتعالى من كان يريد العزة فلله العزة العزة جميعاً ويعجبني عند هذا الحرف من الكلام الأثر المشهور عن عمر رضي الله عنه لما قال إن كنا أذل قوم إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله إذن قضية الاعتزاز بهذا الدين هي مسألة أو قضية مؤسسة في شرع الله تبارك وتعالى وكانت قضية مرجعية عند سلفنا الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم ومن تبعهم بإحسان ولكي نجلي هذه القضية أكثر لأنه كما قلنا مسألة الاعتزاز بالدين تعد من جملة التأصيلات التي يتأسس عليها نظام الأسرة في الإسلام فبالاعتزاز يأتي الخضور والاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى فمن فهمه هذا الاعتزاز ما معنى الاعتزاز عندما نقول الاعتزاز بالدين ما معنى الاعتزاز بالدين هو الفخر بهذا الدين يعني عندك فخر بدينك معتز بدينك بمعنى عندك فخر بدينك فهذا الحامل هذا هو الحامل لك على الاستجابة لما جاء في هذا الدين إذن المقصود بالاعتزاز بدين الله تبارك وتعالى هو الفخر بهذا الدين وصدق الانتماء إليه هذا الفخر بهذا الدين العظيم صدق الانتماء لدين الإسلام له مظاهر من مظاهره الاستجابة لأحكامه في عموم المجالات قدر المستطاع ومن ذلك ما يتعلق بنظام الأسرة جاء في الأثر عن إبراهيم بن شيبان رحمه الله تعالى كما في مدارج السالكين قال رحمه الله تعالى الشرف في التواضع والعز في التقوى ومعنى التقوى فعل المأمور اجتناب المحظور الاستجابة لما جاء في شرع الله تبارك وتعالى إذن قال رحمه الله الشرف في التواضع والعز في التقوى والحرية في القناعة ومن المقولات السائرة في هذا الموضوع ليست العزة في حسن البزة وهي الهيئة وقال بعضهم من لم تعزه التقوى فلا عزة له إذن فالعز في تقوى الله سبحانه وتعالى في الاستجابة لحكم الله جل جلاله في الاستجابة لما جاء في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قال ربنا تبارك وتعالى وإنه لكتاب عزيز فوصف القرآن بذلك لأن الأخذ بما جاء فيه والاستناد إليه والاستجابة للأحكام التي تضمنها بذلك تكون العزة وقوة الاعتزاز بهذا الدين منطلق ذلك قوة الإيمان كلما قوي إيمان المرء كلما قوي اعتزازه بدينه وكلما قوي اعتزازه بدينه استجابة لأحكام ربه الشرعية يقول الإمام بن القيم في هذا الصدد رحمة الله عليه في إغاثة اللافان قال للعبد من العزة بحسب ما معه من الإيمان يقول رحمة الله عليه للعبد من العزة بحسب ما معه من الإيمان وحقائقه فإذا فاته حض من العلو والعزة ففي مقابلة ما فاته من حقائق الإيمان علمان وعملان ظاهرا وباطنا انتهى كلامه رحمه الله ولذلك مهم جدا ونحن نتكلم عن هذه التأصيلات الشرعية التي تخص نظام الأسرة مهم جدا أن نؤسس ذلك على قضية الاعتزاز بالدين وأن يكون موضوع الاعتزاز بالدين منطلقا لنا لأن هذا الأمر يتبعه ما يتعلق بالاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى إضافة إلى هذا هذا الاعتزاز بالدين والتربية على الاعتزاز بالدين والانطلاق من موضوع الاعتزاز بالدين هذا يجنبنا أن تسكن في نفوسنا بذرة الذل والمهانة إذا سكنت في النفوس بذرة الذلة والمهانة هذه البذرة تمنع بذرة العزة والشهامة ويعجبني بهذا الصدد ما ذكره أيضا العلام ابن باديس رحمه الله تعالى في آثاره قال الجاهل يمكن أن تعلمه والجافي يمكن أن تهذبه ولكن الدليل الذي نشأ على الدل يأسر أن تغرس في نفسه الدليلة المهينة عزة وإيباء وشهامة تلحقه بالرجال انتهى كلامه رحمه الله خلاصة المقصود أنه من التأصيلات الأولية في هذه السلسلة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى من هذه التأصيلات الشرعية التي يتأسس عليها موضوع نظام الأسرة في الإسلام على وجه الخصوص ما يتعلق بقضية الاعتزاز بهذا الدين الله كرم أجمع الله فيك بعض الناس ممن عنده إن صح التعبير اعتزاز في هذا الاعتزاز ليست عنده قوة وليس عنده افتخار بدينه كما ينبغي قد يقول أو يزعم أنا أعتز بالدين وأحبه وأرى أنه الدين الحق لكن الواقع غير الواقع والعصر غير العصر والناس غير الناس فماذا يقال لمثل هذا؟ نعم لا شك أن هذا الذي تفضلت بذكره واقع وقاله كثيرون بل كتبوا فيه وحاضروا وأقيمت ندوات قررت هذا الذي تفضلت بذكره لكن مع الأسف هذا من شأه غياب أصل شرعي أو غياب تأصيل شرعي من هذه التأصيلات الشرعية التي نتناولها في هذه السلسلة بإذن الله تبارك وتعالى أقصد بذلك ما يتعلق باعتقاد كمال الدين وأنه الدين الخاتم هذا تأصيل شرعي ينبغي أن يكون منطلقا لنا في سائر المجالات والأبواب عند الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى وعند تطبيق إحكامه من ذلك ما يتعلق بنظام الأسرة تجد هؤلاء الذين تفضلت بذكر بعض إحوالهم يقولون كما تفضلتم الواقع تغير هذا الواقع يحتاج إلى ما يناسبه بدعوى المصلحة بمعنى نحن في حاجة إلى تقريرات جديدة تخص الأسرة الواقع يقتضي هذا الحاجة تقتضي هذا المصلحة تستوجب هذا يقولون نحن في حاجة إلى اجتهاد إلى اجتهاد جديد إلى نظر جديد من أمثلة ذلك ما يتعلق بمسألة المساواة المطلقة بين الرجل ومرأة في مسألة الإرث فعندما يتكلم الفقهاء عن قضية الإرث وعن مسألة المواريث وعن فقه الفرائض ويتحدث علماؤنا رحمهم الله تعالى عن هذه الحالة التي هي حالة من حالات الإرث في قول الله تبارك وتعالى للذكر مثل حظ ننتهي قلنا أن هذه حالة هذه حالة من حالات الإرث لأن هناك حالة أخرى في فقه المواريث في الإسلام يستوي الرجل مع المرأة في الإرث وعندنا حالة ثالثة المرأة تأخذ أكثر من الرجل وعندنا حالة رابعة ترث المرأة ولا يرث الرجل فقول ربنا تبارك وتعالى للذكر مثل حظ ننتيين هذه حالة من حالات الإرث النص فيها صريح النص فيها صريح ونقول نص أو بمعنى آخر أدق قول الله تبارك وتعالى في هذه الحالة للذكر مثل حظ ننتيين هذا نص في الباب وفق الاصطلاح الأصولي عند علماء الأصول لأن مفهوم النص عند علماء الأصول هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا باعتبار أصل الوضع أو باعتبار القرائن يعني لا يحتمله معنى آخر يحتمله معنى واحدا باعتبار الوضع أو باعتبار القرائن فهذه الآية التي تتكلم عن حالة من حالات الإرث من ذلك تعد نصا وفق الاصطلاح الأصولي فأي اجتهاد يدعى هنا وأي مصلحة يقول لك الواقع تغير والحال تغير ولا بد لهذا الزمان من اجتهاد يناسبه الاجتهادات تكون أولا من المؤهلين للاجتهاد ولعلنا نأتي إلى هذه القضية ونتكلم عنها هذا أولا ثانيا الاجتهاد يكون في غير ما وردت فيه الأدلة الصريحة فضلا عن الأدلة التي هي نص وفق الاصطلاح وفق الاصطلاح الأصولي هؤلاء عندما يقررون مثل هذا كما قلنا نحن في عصر جديد يحتاج إلى نظر جديد نحتاج إلى يعني اجتهاد جديد لتحقيق المصلحة التي تناسب هذا الواقع وتوافقه هذا يرجع إلى خلل في تأصيل شرعي هو من جملة التأصيلات الشرعية التي لا بد من مراعاتها عموما وفيما يتعلق بنظام الأسرة خصوصا هذا التأصيل كما ذكرت هو كمال هذا الدين هذا الدين هو الدين الخاتم طيب حتى نجلي هذه القضية أصل كمال الدين هذا الدين دين الخاتم كيف يكون هذا التأصيل الشرعي إذا فهم فهما صحيحا وفق الشرع كيف يكون هذا التأصيل رادا على هؤلاء ونبطل به ما يقول هؤلاء وما يقرره في هذا الباب على وجه الخصوص يقول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فهذه الآية الكريمة تنص على كمال الدين أن الدين كامل والكمال معناه أن الله وأرجو من المستمعين بارك الله فيه من انتبه إلى هذا الذي سأقول له عندما يتقرر عندنا كمال الدين ما مفهوم اعتقاد المرء أن الدين كامل معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى لم يحوجنا إلى غيره كامل بمعنى إذا احتجنا إلى غيره في تقرير أمر ما تعلق بنظام الأسرة أو بغير ذلك بمعنى أن هذا الدين ناقص ومن التقريرات في هذا ينبغي أن ننتبه إلى لفظة الكمال في الآية ينبغي أن ننتبه إلى لفظة الكمال في الآية كيف قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي وراضيت لكم الإسلام دينه نلحظ في الآية لفظة الكمال ولفظة التمام فما الفرق بينهما بين الكمال والتمام لأن الصحيح عند أرباب اللسان العربي أنه لا يوجد ترادف تام إذن لا بد أن نجد نوع فرق بين الألفاظ المتشابهة في المعنى أو المتقاربة الكمال لا يحتاج إلى زيادة إذا ما نقول هذا شيء كامل بمعنى لا يحتاج إلى زيادة بخلاف لفظة التمام في المعنى فيمكن أن يزاد على الشيء الذي يقال عنه أنه تمام أو أنه تام قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فجعل الله تبارك وتعالى كمال الدين نعمة فذكر عندها التمام لأن كمال الدين نعمة وزادنا ربنا بفضله وكرمه نعاما أخرى فتناسب ذلك مع لفظة التمام لكن عند الحديث عن الدين قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وعليه لا يمكن أن نزيد شيئا على هذا الدين فمقتضى كمال الدين مقتضى كمال الدين أن الله تبارك وتعالى لم يحوجنا إلى غيره فهو دين كامل لا نقص فيه فكيف ننظر إلى غير هذا الدين أو نستند إلى زبالات الأدهان أو إلى مجرد الآراء والأفكار وندع ما قرره ربنا تبارك وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهو وحي من عنده جل وعلا هذا الوحي الذي يمثل الحق المطلق لأن أرباب الحداثة يتكلمون كثيرا عن نسبية الحقيقة الوحي هو الحق المطلق باعتبار أن مصدره الله بمعنى يتميز بخصيصة ربانية من عند الله سبحانه وتعالى ولذلك لا بد أن نرجع إلى هذا الدين في تقرير الأمور أما أن الدعي أن الواقع قد تغير مقتدى هذا الكمال أنه لم يحوجنا ربنا تبارك وتعالى إلى غير دينه فنرجع إلى دينه في كل وقت وزمان وفي كل حين إلى أن تقوم الساعة إذن مقتدى اعتقاد المرء بكمال الدين أي لا نقص فيه ولم يحوجنا ربنا تبارك وتعالى إلى غير دينه من نظر أو فكر أو دعوة مصلحة أو دعوة اجتهاد إلى غير ذلك وكلمة إمامنا مالك رحمه الله تعالى تؤكد هذا لما قال من ابتدع في الإسلام بدعة ظن أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة بمعنى لازم الإحداث لازم الابتداء في دين الله تبارك وتعالى كأن الدين ناقص كأن هذا الشخص يقول لنا هذا الدين ناقص هذا الذي حملني على الإحداث ولا يلزم من كل محدث أنه يعتقد هذا لكن هذا اللازم ولازم القول ليس بقولك ما يقرر علماء رحمهم الله تعالى فقال الإمام مالك رحمة الله عليه قرأوا قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله تعالى قال الإمام البخاري الإمام البخاري رحمة الله عليه له كلمة عظيمة جدا في هذا الموضوع فيما يتعلق بكمال الدين قال نقلها عنه الإمام الذهبي رحمة الله عليه في سيره يقول الإمام البخاري رحمة الله عليه لا أعلم شيئا يحتاج إليه لا أعلم شيئا يحتاج إليه إلا وهو في الكتاب والسنة هذه كلمة الإمام البخاري رحمة الله عليه قال لا أعلم شيئا يحتاج إليه إلا وهو في الكتاب إلا وهو في الكتاب والسنة وجاء في الأثر الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال وهذا الأثر في الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله قال أبو ذر رضي الله عنه تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما إلا ذكر لنا منه علما إذن هذا ما يتعلق بكمال الدين ثم عندنا أن هذا الدين دين خاتم مقتدى الختم مقتدى الختم أيضا أنه لم يحوجنا إلى غيره بمعنى ختم الله تبارك وتعالى الرسالات برسالة دبينا صلى الله عليه وسلم وختم ذلك بدينه دين الإسلام معنى هذا الختم أنه لم يحوجنا إلى غير ذلك وإلا لما جاء الختم فعلماء يقولون من دلائل اعتقادي الختم بهذا الدين وختم النبوة والرسالة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه لم يحوجنا إلى غيره إلى أن تقوم الساعة وهذا أمر ضروري معلوم ضرورة ولذلك ما يدعي هؤلاء من أن الواقع تغير وأن الأمر نحتاج فيه إلى نظر جديد وإلى اجتهاد جديد نراعي فيه المصلحة ورفع الظلم عن المرأة مثلا هذه من مقالاتهم وأقوالهم خاصة فيما يتعلق بنظام الأسرة هذا يرجع إلى الخلل في هذه المعتقدات ما يتعلق بكمال الدين ما يتعلق بأن هذا الدين هو دين الخاتم لا دين بعد دين الإسلام ولا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لكن ماذا يقول هؤلاء عندما يؤتى لهم بهذه النصوص التي تحكم نظام الأسرة في الإسلام يقول لك هذه النصوص تتعلق بذلكم الزمن والزمن تغير وهذا الذي يصطلح عليه عندهم بتاريخية النصوص فإذا تكلمنا مثلا عن قضية الميرات والتقاسيم التي جاءت في الشرع في هذا الموضوع أو قوامة الرجل أو غير ذلك من الأحكام التي سنأتي على ذكر بعض الأمثلة لها في تقرير هذه التأصيلات يقول لك هذه النصوص التي تدل على هذه الأحكام التي تخص نظام الأسرة هذه نصوص في ذلكم الزمن هذا يصطلح عليه بتاريخية النصوص جعلوا هذه النصوص لها زمن وبعضهم يقرر هذا بدعوى أن العلماء والفقهاء يقولون بأسباب النزول أولا مصطلح سبب النزول مصطلح يدل على معنيين في الاستعمال عند العلماء هناك سبب النزول بالمعنى العام أي أن الشرع كله نزل لإصلاح واقع وهذا المعنى لهذا المصطلح قليل الاستعمال لكن مصطلح سبب النزول بناء على غلبة الاستعمال يستعمل لبيان أن تمت وقائع حدثت نازلت فيها آيات فبعضهم ماذا يقول لكي يكرس مسألة تاريخية النصوص يقول ما دمتم تقررون مسألة سبب النزول فهذا يؤكد أن هذه النصوص لها وقت معين وزمن معين وتاريخ معين مع أن الآيات التي نزلت لوقائع معينة أو لحادثة معينة هذا الأمر قليل جدا مقابل الآيات التي لم يرد فيها لم يرد فيها ذلك هذا أولا ثانيا هل سبب النزول يعني أن هذا النص محصور مضمونه في ذلكم الزمن أبدا الذي يقول هذا لا يفهم مقصود الشرع في مسألة سبب النزول ولا يدري حقيقة ذلك عند العلماء والفقهاء وهذا القول غريب جدا وقائله لا يشم رائحة العلم أبدا لأن هذا القول يعد جهل صاحبه من الجهل المركاب إذا لم نقل أنه من الجهل المكعب مع الأسف لأن سبب النزول فقط يعين على فهم المراد يعين على فهم المراد فأي واقعة تشبه تلكم الواقعة إلى أن تقوم الحكم نفسه هذا بمقتضى الشرع وبمقتضى العقل معاً إذن عندما نؤصل لمسألة كمال الدين وأن هذا الدين هو الدين الخاتم كمال الدين مع الختم يؤكد لنا أن هذا الدين اتصف بخصيصة الشمول ضرورة اعتقادنا بأن الدين كامل هذا أمر معلوم من الدين ضرورة هذا الدين هو الدين الخاتم ولا دين بعد هذا الدين ولا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد أيضاً معلوم من الدين ضرورة فاعتقاد كمال الدين وأنه الدين الخاتم يساوي ماذا؟ يساوي خصيصة الشمول بمعنى أن هذا الدين يتميد بالشمول ما معنى الشمول؟ أن هذا الدين يشمل الأحوال والأشخاص والأمكنة والأزمنة إلى أن تقوم السعى وبهذا التأصيل المتمتل في كمال الدين وخاتمة هذا الدين هذا التأصيل به نبطل القول بتاريخية النصص أو بالطراح مضامينها مع أنها صريحة في الدلالة بدعوة أن الواقع تغير ونحتاج إلى نظر جديد وإلى غير ذلك وأكتفي هنا بذكر نقلين متينين أولهما للإمام الزركشي رحمة الله عليه الإمام الزركشي في كتابه البحر المحيط يقول أرجو أن يتأمل المستمع في هذا الكلام الذي يقوله الإمام الزركشي رحمة الله عليه يقول والحق أنه مما عرف بالضرورة من دينه عليه الصلاة والسلام فجعل القضية معلوم من الدين ضرورة أولا ما معنى أن هذا الأمر معلوم من الدين ضرورة المقصود أننا لا نحتاج في تقريره إلى بث الأدلة أو ذكرها أو نشرها لا لأنه معلوم ضرورة المعلوم من الدين ضرورة يساوي الأمر البديل أو الأمر المسلم يرادفه اصطلاحاً وإلا لغة لا ترد فعلاً صحيح فهذا هو معنى المعلوم من الدين ضرورة ما نحتاج لتقريره إلى ذكر الأدلة مع وجودها وذكر الأدلة عند الأمور المعلومة من الدين ضرورتان ذكرها من باب التأكيد لا من باب التأسيس وإلا كون الشيء معلوم من الدين ضرورة هذا يكفي لا يمكنه المعلوم من الدين ضرورة لا يمكنه أن تدفعه عن نفسك ومن دفعه فإنه معالد مكابر وفي ذلك يقول الناظم والنظري محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي والنظري محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي بمعنى الأمر الجلي ما يحتاج في تقريره إلى ذكر الأدلة وصردها مع وجودها وعند ذكرها في هذا المقام من باب التأكيد الشاهد يقول الإمام الزركش رحمه الله والحق أنه مما عرف بالضرورة من دينه عليه الصلاة والسلام أن انظر كيف ينسف الإمام الزركش رحمه الله عليه ما اصطلح عليه بتاريخية النصوص يقول والحق أنه مما عرف بالضرورة من دينه عليه الصلاة والسلام أن كل حكم تعلق بأهل زمانه عليه الصلاة والسلام فهو شامل خصيصة الشمول فهو شامل لجميع الأمة إلى يوم القيامة انتهى كلامه فهذا أمر معلوم من الدين ضرورة أيضا قرر هذا العلامة ابن عاشور المالكي رحمة الله عليه قرر هذا في كتابه مقاصد الشريعة يقول العلامة ابن عاشور رحمة الله عليه قال معلوم بالضرورة من الدين أيضا قررنا هذا الأمر معلوم من الدين ضرورة قال معلوم بالضرورة من الدين أن شريعة الإسلام جاءت شريعة عامة داعية جميع البشر إلى اتباعها لأنها لما كانت خاتمة الشرائع هذا ما ذكرتم قريبا أن الختم يلزم منه أنه لم يحوجنا إلى غيره سبحانه وتعالى لم يحوجنا إلى غير هذا الدين وأن الأحكام الواردة فيه تنسحب على سائر الأزمنة إلى أن تقوم الساعة يقول العلامة ابن عاشور رحمه الله معلوم بالضرورة من الدين أن شريعة الإسلام جاءت شريعة عامة داعية جميع البشر إلى اتباعها قال لأنها لما كانت خاتمة الشرائع استلزم ذلك عمومها شمل؟ قال استلزم ذلك عمومها لا محالة سائر أقطار المعمور وفي سائر أزمنة هذا العالم انتهى كلامه رحمة الله رحمة الله عليه إذن ما يذكره بعضهم من قضية وصف بعض النصوص أو النصوص الشرعية خاصة فيما يتعلق بالأسراء وبنظامها وبإحكامها دعوة تاريخية هذه النصوص وأن الأمر يحتاج إلى نظر جديد إلى غير ذلك مما ذكرناه راجع إلى خلل في هذا التأصيل الشرعي الذي يعد منطلقا مهما في هذا الموضوع قضية كمال الدين وأنه الدين الخادة جزاك الله خيرا شيخنا وبرك الله فيك الناظر في الواقع لا تخطئ عينه الخلل والانحراف في الواقع في الأسرة وما تفضلتم به مما قررتم من أن الدين كامل وأنه خاتم الأديان وخاتم الشرائع وأنه شامل معنى ذلك في كلامكم شيخنا أنه لا يوجد سبيل ولا طريق إلى إصلاح ما هو واقع من الخلل إلا من خلال الشرع فكيف يكون ذلك؟ كما تفضلتم بناء على ما ذكرنا لا بعد من الرجوع إلى هذا الدين في سائر المجالات في تقرير لأحكام التي تتعلق بهذا المجال أو ذاك من ذلك ما يتعلق بنظام الأسرة فلا استصلاح حقيقة إلا بالرجوع إلى الشرع المنزل أولا مصطلح الشرع المنزل لا بد من إضاحها لأن ذكرها في هذا السياق أمر مقصود ذكر هذا المصطلح في هذا السياق مقصود ولا بأس أن نبين أمرا يتعلق بهذا المصطلح ثم نتمم الجواب عن السؤال عندنا الشرع المنزل وهو شرع الله وهو الدين لأن عندنا الدين وعندنا التدين الدين هو وضع إلهي الدين وضع الله للعبادي للنفع في المعاشي والمعادي كم يقول النظر وعندنا التدين إذا كان الدين وضع إلهي فالتدين كسب بجري فالوضع الإلهي هو الذي يصطلح عليه بالشرع المنزل من عند الله تبارك وتعالى وعندنا الشرع المؤول وعندنا الشرع المبدل الشرع المنزل هو الدين في حد ذاته ووضع الإلهي والشرع المؤول هي تلكم الاجتهادات التي تصدر من مؤهلين تصدر من المجتهدين من الفقهاء من العلماء ممن تأهل للاجتهاد في الشريعة لكن عرض لهم الخطأ تأويلا فما قراروه بناء على اجتهادات أخطأ فيها استنادا إلى تأويل هذا يسمى شرع مؤول لأنهم نسبوا ذلك إلى الشرع لكن لهم العذر باعتبار ماذا؟ باعتبار أنهم لهم الأهلية في الاجتهاد فاجتهادوا فأخطأوا فلهم أجر الاجتهاد لا أجر إصابة الحق هذا يطلق عليه الشرع المؤول وعندنا الشرع المبدل هو أن نأتي لتقرير أمور معينة أو ذكرها أو تقرير الاستناد إليها ولا علاقة لها بالدين من ذلك من ذلك أن نأتي إلى نصوص شرعية ونقرأ هذه النصوص قراءة لا علاقة لها بدلالة هذه النصوص ولا علاقة لها بقواعد الشرع ولا علاقة لها بلغة العرب ولا علاقة لها بأصول هذا الشرع هذه القراءة التي يدعيها هؤلاء الناس القراءة المعاصرة للنص الديني بدعوة تنوير حتى يسموها القراءة المتنورة وما هي إلا ظلمات وبعضها بقواعد هذا الأمر يرجع إلى مفهوم عند العلماء يسمونه الدلالة الإضافية أصدر المثال على هذا الدلالة الإضافية كيف؟ الدلالة دلالتان الدلالة دلالتان دلالة حقيقية ودلالة إضافية الدلالة الحقيقية هي التي دل عليها الدليل الشرعي أو النص الشرعي وفق استسحاب اللغة العربية وفق مراعاة مقاصد الشريعة وفق مراعاة قواعد الشرعي في باب الاستنباط والاستخراج إلى غير دليل فهذه دلالة حقيقية أما الدلالة الإضافية فيقرر معنا يدعى أن هذا الدليل أو هذا النص يدل عليه ولا علاقة لهذا المعنى بهذا النص أو بهذا الدليل إما لم تعتبر فيه لغة أصالة أو لم يرعى فيه مقاصد الشريعة أو لم ترعى فيه قواعد الاستنباط المقررة من الشريعة النفسية إلى غير دليل بمعنى تم تقرير دلالة معينة لهذا النص الشرعي لكن هذه الدلالة أجنبية عن النص فتسمى دلالة إضافية ليست حقيقية أضيفت أقحمت 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 في النص أضيفت إلى النص ولم يدل هذا النص ولم يدل هذا النص على ذلك هذا تبديل لما دلت عليه النصوص الشرعية هذا يرجع إلى مفهوم الشرع المبدل أدري المثال أصحاب القراءة المعاصرة للنصوص الدينية أولا ما يتعلق بمفهوم القراءة عندهم للنص الديني يرجع إلى مفهوم معين لا بد أن يعرفه المستمع وأن ينتبه إليه ما يتعلق بالقراءة المعاصرة في زعمهم أو المتنورة في زعمهم ترجع إلى مفهوم اللا معنى أو أفوان اللا نهاية في المعنى لا نهاية للمعنى يعني هذا النص لا بد أن يفهم هذا الفهم وكما قلنا هي ما هي إلا دلالات إضافية مراعاة لواقع معين والواقع اقتد ذلك يأتي يأتي زمان آخر فيفهم النص نفسه بمعنى آخر بدعوى موافقة هذا الواقع وهذا الزمان إلى غير ذلك إذن من حقيقة أن هذه القراءة ترجع إلى مفهوم اللا نهاية في المعنى لا معنى منضبط لهذا النص وهل يتصور أن يكون هذا شرع من عند الله ولذلك ما هي إلا دلالات دلالات إضافية هذه الدلالات الإضافية كابارة النص خارجت عن دلالتها الحقيقية أذكر هنا كلام جيد للعلامة أبي الحجاج يوسف الفندلاوي المالك رحمة الله عليه في كتابه تهديب المسالك في نصرة مذهب مالك قال كلمة عظيمة جدا ترد على هؤلاء قال المعاني هذا نرس كلامه رحمة الله عليه في المجلد الخامس قال المعاني إذا كابرت النصوص وخرجت عنها كانت باطلة مرضودة لخص المرضود رحمة الله عليه المعاني إذا كابرت النصوص وخرجت عنها كانت باطلة من الأمثلة على هذا ما يتعلق بمسألة قوامة الرجل يأتون إلى قول الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء قالوا أو على الأقل بعضهم أن هذه الآية لا تدل على قوامة الرجل على المرأة بإطلاق مع أن النص صريح طيب ما وجه ذلك مع أن الدلال صريحة قالوا تتمت الآية الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض فأتوا إلى قوله تبارك وتعالى بما فضل الله بعضهم على بعض يدل على تفضيل بعض الرجال على بعض النساء وتفضيل بعض النساء على بعض الرجال وجعلوا هذا المعنى الذي خمروه في أذهانهم وأقحموه في الآية حتى يصير هذا هو المعنى جعلوا هذا حاكما على قوله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء وهذا عجيب لأن قول الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء هذا نص صريح في الباب به نفهم ما سيأتي في سياق الآية عكس ذلك لا علاقة له بالسياق لا علاقة له بدلالة السياق أبدا كما زعم إذن ما هذا إلا قراءة متنورة في زعمهم وكما قلنا ظلمات بعضها فوق بعض وهذا تحريف لدلالات النصوص تحريف لهذه الآية التي جاءت في موضوع القوامة وعليه نرجع إلى أصل إلى أصل الكلام قلنا أنه بناء على ما سبق ذكره فلا استصلاح بمن عندما نؤكد على قضية الرجوع إلى الدين في سائر المجالات ومن ذلك ما يتعلق بموضوع الأسراء أو بنظامها ومجالها لأنه لأنه لا استصلاح إلا بالشرع المنزل إلا بالشرع والعلماء لأن بعضهم ليس يقول يقول لك فهم العلماء ما هو إلا فهم تناسب مع واقعهم وأطرت عليهم ضغوطات الواقع وكل هذه دعاوى فارغة ففرق بين الاجتهاد الذي هو تحصيل للحاصل بمعنى أن العالم ما هو ظوره أن يأتي إلى النصوص ويستخرج منها ما دلت عليه ما دلت عليه وفق مراعاة اللغة العربية وفق مراعاة قواعد شرعية للإستنباط وهكذا فالعلماء يتركون النصوص تنطق بما دلت عليه وفق واعد متين في الباب وفق واعد متين في الباب هذا وحال عموم العلماء والخطأ الذي يعرض لهم لا يؤثر في أصل هذه القضية وعليه تقرر أنه لا استصلاح إلا بالشرع المنزل وهذا تأصيل آخر يضاف إلى التأصيلات التي سبق ذكرها من التأصيلات الشرعية التي يجب مراعاتها عموما وفي باب الأسرة خصوصا ويجب استصحابها لا استصلاح إلا بالشرعي إلا بالشرعي المنزل يقول الله تبارك وتعالى يَا الَّذِينَ آمَنُوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب التفسير لصحيح البخاري بوب بابا فقال رحمه الله باب قول الله تبارك وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما يحييكم لما يصلحكم ولذلك قلنا لا استصلاح إلا بالشرعي المنزل لا استصلاح إلا بالاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يَا أَلِذِينَ آمَنُوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فإذا أردنا الصلاح والإصلاح لمجتمعاتنا فلا سبيل إلا إلى الرجوع لهذا الدين الحليف العظيم وإذا أردنا نهضة حقيقية لمجتمعاتنا ورقيا حقيقيا فلا بد من الرجوع إلى إلى هذا الدين إلى هذا الدين الحليف نعم أزاك الله الخير لا استصلاح إلا بالشرع المنزل لا قد يرغم بعضهم أو يقول راغما أنا أيضا أوافق أنه لا استصلاح إلا بالشرع المنزل ثم ينسج بعد ذلك نسجا أوهام من بيت العنكبوت كما يقال فيقول الشرع جاء برفع الظلم والشرع جاء باعتبار المصالح فبناء على هذين الأمرين يجب الاجتهاد في أحكام الأسرة اجتهادات جديدة انطلاقا من هذه الأصول التي يزعم ولا يكون بذلك خارجا عن كونه يصلح بالشرع المنزل فما الجواب عن مثل هذا للدعاء لا شك أن هذا كلام ساقط من الناحية العلمية الشرعية ساقط هذا الكلام كيف دعوة الاجتهاد أو الكلام عن ضرورة الاجتهاد لا بد أن نقف عندها وقفة أولا من من الذي له حق الاجتهاد هذا أولا هل كل شخص يمكن أن يجتهد في شرع الله تبارك وتعالى ويستنبط منه ويستخرج بعض الناس ماذا يقولون يقولون الدين للجميع للكل نعم الدين للكل من جهة الاستجابة وكل بحسبه لكن ما يتعلق بالاستنباط باستخراج الأحكام ما يتعلق بالفتو هذا لأهله هذا للعلماء هذا لأهله إذن أولا عندما يدعي هؤلاء أنه نحن في عملية اجتهادية وأن الاجتهاد دعت إليه الشريع نعم الاجتهاد دعت إليه الشريعة لكن لا بد أن ننتبه إلى أمرين اثنين أولهما من له الحق في الاجتهاد والعجيب أنهم مع ذلك يكابرون في هذا الموضوع أي صناعة من الصناعات حتى الصناعات الدنيوية هل يصلح أن يأتي أي شخص لا علاقة له بتلكم الصناعة ولا دعاية لأسسها ويقول لك أنا سأجتهد في هذه الصناعة ويكون لي رأي فيها ويكون لي تقرير فيها ويكون لي إقدام فيها إلى غير ذلك لا يقبل هذا الكلام هذا الكلام لا يقبله العقلاء لا يقبله العقلاء كذلك فيما يتعلق بالدين في خصوص الاستنباط والاستخراج من الدين والاجتهاد لأن العلم في هذا الدين الحنيف صناعة قال عليه الصلاة والسلام شهدوا من الحديث قال عليه الصلاة والسلام وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب في رواية وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع العلم صناعة وأي صناعة لا يكون المرء مؤهلا فيها إلا إذا وافق قواعدا تلكم الصناعة عجب أن هؤلاء يدعون الاجتهاد وأرادوا أن يجتهدوا في الدين بأسس وأصول لا علاقتها بالدين خارج عن الدين يأتي لك بأصول وقواعد خارج عن الدين بأصول وقواعد من الغرب أو من زبالات الأدهان أو من كلام الفلاسفة أصول قواعد خارج عن الدين بمعنى لم تأخذ من هذا الدين وأرادوا بهذه الأصول القواعد العلمية التي لا علاقة لها بالدين أرادوا بهذه الأصول أن يفهموا الدين هذا عجيب ولذلك كما قلنا أولا من له الحق في الاجتهاد؟ الذي له الحق في الاجتهاد؟ من توفرت فيه شروط الاجتهاد؟ وقد قرر العلماء هذا وبينوه في كتب أصول الفقه في مبحتي المفتي والمستفتي وما ينبغي أن يكون عليه كل منهما هذا أولا ثانيا هل كل مسألة يصح فيها دعوة الاجتهاد؟ لو سلمنا أنك أنت مؤهل الاجتهاد هذا الذي يقول مثل هذا الكلام سلمنا أنك مؤهل الاجتهاد لكن هل كل قضية وكل مسألة يصح فيها دعوة الاجتهاد؟ أبدا أبدا العلماء قالوا لا اجتهاد مع النص إذا كان عندي دليل صريح أو دليل قطعي دليل بين في مراده والمقصود منه فلا اجتهاد معه الاجتهاد يكون في غير ذلك فيما اشتبهت دلالته فيما ترددت دلالته أما إذا كانت الدلالة قطعية أو كانت الدلالة ظاهرة فبالإجماع بإجماع العلماء يجب شرعا أن نلزم ما دل عليه هذا الدليل الذي دلالته ظاهرة أو قطعية وحكى الإجماع غير واحد من العلماء منهم العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه من ذلك مسألة الإرث نفسها في تلك الحالة قوله تبارك وتعالى للذكر مثل حظ ننتيين فالدعاء ضرورة أو القول بضرورة المساواة المطلقة بدعوة الإجتهادة هذا كلام الباطل لماذا؟ لأنه الإجتهادة مع النص هذا نص في الباب هذا نص في الباب ولا يجوز مخالفته شرعا فهنا نأتي بقول العلماء نجد هذا مع النص في غيري في غيري الأمور التي فيها دلالة أو فيها نصوص دلالتها قطعية أو ظاهرة في غير هذا نأتي ونتحدث عن موضوع الإجتهاد من مؤهل لأن هذا المؤهل في غيري النصوص التي دلالتها قطعية وظاهرة يجتهد وفق قواعد الشرع وقوانينه التي قررها العلماء والفقهاء وأنقل لكم في هذا ما قاله العلامة البيضاوي رحمة الله عليه في تفسيره عند تفسير قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال رحمة الله عليه في معنى الآية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال يوم أكملت لكم بالتنصيص على قواعد العقائد والتوقيف على أصول الشرائع وقوانين الاجتهاد من الشرع نأتي إلى رياض الشريعة ونأخذ منها قواعد الاستنباط وأصول الاجتهاد لا أن نأتي بأصول لا علاقة لها بالشريعة ولم تأخذ من رياضها ونريد بذلك أن نفى بشريعة هذا أمر عجيب وعليه فيأتي من يأتي إلى مسألة الإرث في قول الله تبارك وتعالى في هذه الحالة للذكر مثل حظ النتائل ويقول لا بد من المساواة المطلقة بدعوى الاجتهاد نقول لا اجتهاد مع النص وعموم مسائل الإرث أصلا يعني هل اختلف الفقهاء في مسائل الموارث وقع الخلاف لكنه قليل جدا لماذا؟ لا بد أن نلحظ مسألة هنا قال الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ النتائل مما يستدعي الانتباه تدبرا وتأملا يوصيكم الله في أولادكم الوصية ما هي؟ الوصية هي أمر من الله يقول العلامة بن عاشور رحمة الله عليه في التحرير والتنوير يقول لك الوصية في كتاب الله أمر من الله لكن لماذا جاءت الأوامر أو بعض الأوامر على وجه الخصوص بعض الأوامر في كتاب الله بصيغة الوصية أو بلفظة الوصية قال العلامة بن عاشور رحمه الله لبيان عظم شأنها وللتأكيد عليها وذكر هذا كذلك العلامة بن عاطية الاندلسي المالكي رحمة الله عليه في تفسيره قال الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم الوصية بالأبناء والأولاد الوصية بالأولاد هل فيه فقط فيما يتعلق بالإرت؟ الوصية بالأولاد في موضوع الإرت وفي غير ذلك إذا كرى الأمر كذلك لماذا جاء تخصيص موضوع الإرت بعد قول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مطلح الدين جاء تخصيص ذلك لأن الناس عادة يقع بينهما الاختلاف فيما يتعلق بالمال فجاءت الشريعة لحسم مادة النزاع في هذا الموضوع فجاءت مسائل الميرات واضحة إلا مسائل قليلة وقع فيها الخلاف أولا تانيا وقوع صور ما جاء فيه الخلاف في هذا الباب هو قليل هو بدوره خليل الوقع وذا أمر ذقيق لا بد أن أن يكون متصور عند الباحثين الناظرين وأختم هنا بما ذكره الشيخ المكي الناصري ولا يخفى هذا الرجل وعلم هذا الرجل خاصة فيما يتعلق بعلمي التفسير قال في تفسيره الذي يبت في الإذاعة وجمع في كتب والكتاب كتابه هذا يسمى التيسير في أحاديث التفسير يقول رحمة الله عليه يقول الشيخ المكي الناصري رحمة الله عليه قال وأتمت صورة النساء الحديث الذي خصصته لنظام الإرث في الأسرة المسلمة وتحديد وتحديد أنصبته في آية في آخر آية منها إلى أن قال وهكذا نلمس إلى أي حد بلغت عناية الحق سبحانه وتعالى بالأسرة المسلمة فهو يصدر سبحانه وتعالى فهو يصدر أوامره ووصاياه من فوق سبع سماوات لتنظيم شؤونها أي شؤون الأسرة لتنظيم شؤونها في الحياة وبعد الممات مما يعطي الدليل القاطع والبرهان الصاطع على أن هذا المجال الحيوي قد تفرد فيه الحق المجال الحيوي تكلم عن الإرث قال على أن هذا المجال الحيوي قد تفرد فيه الحق سبحانه وتعالى وحده بن اختصاص دون غيره بحيث لا يمكن أن يتدخل فيه الغير فضلا عن أن يدخل عليه أي تبديل أو تغيير انتهى كلامه رحمة الله رحمة الله عليه جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم على سر هذه التأصيلات الشرعية بالغة الأهمية نذكر بها كان الأول منها الاعتزاج بالدين ثم اعتقاد كمال الدين وخاتمته واستصلاح وأن الاستصلاح لا يكون إلا بالشرع المنزل ثم كانت الخاتمة بأنه لجتهاد مع النص ستأتي إن شاء الله فيما يستقبل تأصيلات أخرى بإذن الله على أن نلقاكم أيها الأحبة الكرام نجدد الشكر لشيخنا الكريم بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم ونضرب لكم موعدا إن شاء الله في الحلقة الثانية من هذه السلسلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله